اشتركوا في القناة حيث اطلق معالي رئيس ديوانقف السنية الاستاذ الدكتور ساعد حميد قنبش المحترم عملية اعادة عمار جوامع في العراق كافة ليس فقط في محافظة نينوى وكثير من هذه المساجد تقوم اليوم على اعمارها من قبل ديوانقف السنية والبعض الآخر منها يتم اعمارها من قبل المحسنين في هذه المحافظة المباركة اما استعدادات المديرية حول برنامج شهر رمضان المبارك فقد عدت شعبة الارشاد الاسلامي وشعبة الوسطية والاتدال برنامج متكامل لشهر رمضان كذلك اصدار بعض التعليمات الخاصة بهذا الشهر الفضيل المبارك كذلك من عملية إلقاء الدروس والمواعظ الارشادية من بعد صلاة العصر او بعض منها بعد صلاة العشاء كذلك اعداد الخطبة الموحدة تتناسب مع قدوم هذا الشهر المبارك الفضيل ان شاء الله تعالى التعليمات هي خاصة من عملية يعني تعليمات خاصة بصالات التراويح كذلك تعليمات لأوقات الصلاوات الانضباط بوقت الصلاة في صلاة المغرب اصدار تعميم بضبط صلاة التوقيتات في صلاة المغرب عدم اختلاق بهذه التوقيتات لكثير من عقامة عصابة الداعش الجرامية بالتغيير التوقيتات اليوم بعد مضي هذه السنوات نعمل على اعادة ضبط هذا التوقيت وهناك توقيت موحد لجميع مساجد محافظة نينوى وكل يسير على هذا التوقيت المضموط ان شاء الله تعالى